انت قدمت حل وهو حل منطقي يالي تشرحونا ببساطة كده لان يعني هو في ذهن ناس كثيرين او كتر طيب المعيار المطلوب انه الاندية المهددة تلعب في توقيت واحد حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص ده رائع ازاي انت دلوقتي يعني بتترجل تعترضوا مع حق قالك مش هلعب مع المقولين قبل ما المقولين يلعب مع الاهلي والاهلي مش هلعب مع المقولين الا لما الزمالك يلعب مؤجلاته طيب وبعدين انتوا عايزين المصلحة العامة ولا عايزين تخافوا من علي الطلاق لو هي الفكرة مراعاة ليمين الطلاق يبقى ارجوك وغيره يفطت الاتحاد المصر لكرة القدر اللي بقى جمعية شرعية اللي بقى اي حاجة ودية تديروها بطريقتكم لكن بخبراتكم وقيمتكم وقاماتكم الكبيرة ما ينفعش الوضع ده يكون ما ينفعش الوضع ده يكون بجد ان انا اجمد الاندية تفضل تتمرن لمدة شهرين عشان مباراة باقية ولا تعرف تستعد الموسم جديد ولا اللي عايز ينتقل انتقل ولا اللي عايز يسوق لعيبة عنده سوق ولا اللي عايز يستعد للموسم القر الجديد استعد كل ده ليه كل هذه السلبيات عشان انتو خايفين من مواجهة الحقيقة كل هذه السلبيات عشان محدش عنده الجرأة ان يقول الصحة ايه او الدول كاس الامم احنا هنشارك فيها لوحدنا معانا اندية يا سيدي في الشمال الافريقي اندية دول شقيقة اللي هي بتلعب الفاينالات بتلعب فاينال البطولات الافريقية في الاندية وعندها دور والله العظيم زينا ودوريات محترمة كمان وحاجاية كاس الامم وجاية باهداف المنافسة ببساطة جديدة جدا معسكر المنتخب موجود اللعيبة بتاعة الاندية موجودين في معسكر المنتخب لكن الدوري شغال هتقول لي بيلعبه بدون الدوليين لا يوم مباراة النادي لو لعيب في الترجه هيطلع يروح يلعب مباراة الترجه يطلع الصبح يروح معسكر في رئيته يلعب المباراة ويرجع معسكر المنتخب اعتقد ما فيش اعداد ولا في حفاظ على جهزية بدنية احسن من كده سيبكم من كل التهوشات والتماثيل اللي انتوا نصبينها ان انا ادخل معسكر مغلق واقفل عليهم انت بتتكلم على لعيبة محترفة كبيرة يهمك ان انت تحطه في افضل جهزية بدنية ممكنة وبصل المنافسين بتوعك عملوا كده والمنافسين شغالين الكلام ده ميزته ايه الميزة المباشرة بتاعته ان انت انقذت كل الاندية من شهرين راحة سلبية مجمدة يتمرنوا عشان يرجعوا يتمرنوا تعرف الراحة السلبية يا سيد إبراهيم ممكن تكون هي دي بارقة الامن ان الكورة مصرية تتعافى الموسم اللي جاي الناس تاخد راحتها في خلال شهرين او هيبقى شهر ونص اللي يعالج مصابين واللي يسوق لعيبته واللي يجاهز قيمته واللي يريح لعيبته واللي يغير اجهزة فنية واللي عيب ده روبوت واللي عيب نفسه يرتاع عشان تدخل للموسم الجديد هل انتو مش حرسين على الموسم الجديد هل انتو كل مشكلتكو في علاية الطلاق هي دي بس اللي زقاب العصاية زقاب عصاية على رأي المهندس عدل تروح لحد غيرك مش معقولة طيب الحل ايه سأل للمهندس عدل انت بتقول عايز معسكر المنتخب خمسة ستة طيب هو لو لعيبة الاهل والزمالك تأجل انضمامها للمنتخب تمانية او تسعة ستة في مشكلة عندك معتقدش في مشكلة طيب هل الزمالك لما ينتهي من مباراته العودة ان شاء الله يوم الحد ستة وعشرين تسعة ستة وعشرين خمسة ابتداء من سبعة وعشرين خمسة لغاية يوم تسعة او عشرة ستة عندك اربعتاشر يوم اربعتاشر يوم هل اربعتاشر يوم مش كافيين ان الزمالك يلعب خمس ماتشاط هيلعب كل اتنين وسبعين ساعة مباراة ما انتو عندكو ورقة قلتو وانتو بتأجلوا وبتبهدلوا الدنيا الفترة اللي فاتت قلتو ان انتو عندكو اقرار من نادي الزمالك انه موافق يلعب كل تمانية واربعين ساعة مباراة اسوة باللي حصل مع الاهلي بشرط انه تتأجل مباراة الزمالك مع الانتاج وانه الزمالك يتفرغ وده شيء كويس زي شيء بدون رصيد انت عارف انك بتاخد شيء بدون رصيد لانك مش ناوي تصرفه بس انت عندك هذا الاقرار ولا تدحك عليك انت عندك السعدات تنظم وتمشي الصح وتحفظ حقوق المنافسة بين كل الاطراف ولا انت تدحك عليك فبتدحك عن الناس لو عندك هذه الورقة او هذا الموافقة او هذا التوجه فان انت عايز تنقذ موسم خلاص عندك تلات اربع حلول اختار احداها يتأجل انضمام لعب الاهل والزمالك لمعسكر المنتخب او ينضموا لمعسكر المنتخب ويخرجوا فقط يوم المباراة يلعبوا مع نديهم ويرجعوا المعسكر او لو الاندية توافق انها تلعب الدور بدون الدوليين يبقى ده قرارها لو اجتموا عليه فكل الاحوال عندك حلول كتيرة جدا خاصاتها اسوأ الحلول اللي انتو طلعتوه في الجدول في الكاسف في المفضوح ده لانه لا التاريخ يا رحمكم ولا المفروض ده يحصل مع اندية غلابة بالنفس تما سيجي نتخال لا استاذ ابراهيم على البقاء يعني يعني شام بقاش طب لو الاندية صممت وعندها حق هيتعامل ايه أسيبوس يا استاذ ابراهيم انا عندي خناعة ان كورتنا اللي احنا قفلين عليها دي وكل ما نتكلم ولك بلاش استقواء بل خارج لو اي جاه اشرافية دولية شافت ظروف الدوري بتاعنا لا يمكن هتعترف في هذه المسابقة اختلط في كل شيء تداخل في المصالح في كل شيء عملية مفيش نادي حيقعرف يقدم الشروط اللي تحاد الدولي عايزة سواء في الانفاق سواء في المدخيل سواء في اختلاط المصالح سواء في التصريحات سواء في التأجيلات سواء في التعهدات سواء في حاجات كتير جدة هي مليئة بالصغرات لكن بنقول ما عليش موسم ويعدي عشان يعدي على الاقل المراحل الحاسمة فيه خلي فيه شيء مش شفافية وابني لصالح الموسم اللي جاي ابني للكورة المصرية في اللي جاي تاني المهندس هنا بريدة بما يمثله من قيمة الساحة الكروية وخبرات واتصالات والله يا باش مهندس سلعة بالجيم لصالحك انت مش لصالح اي حد يا سيدي اني تقال في يوم الايام الراجل ده خاد القرار الصح واحد اتنين تلات اربعة على فكرة الشارع المصري مختنع جدا بعدم عدالة الجدوى اللذي يظهر بكل انتماءاته حط تحت دي خطوط انا لما حطيت الجدوى على تويتر لقيت نزم الكروية ويقول لي هما ازاي كتبوا كده ما انا بقول يعني حتى الناس اللي انت بتجاملهم قالوا ازاي ده يحصل ازاي ده يحصل ما هو ازاي ده يحصل لان فيه 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 مشاكل كتيرة وهو على رأي التحليل بتاع الخبر بتاع النادي الاهلي انتوا ليه بصين على صراع البقاء وترتيب الجدول البطولة نفسها اللي حترتب حقوق يعني مثلا ايه فريق عايز يطلع الرابع عشان يشارك في افريقيا على فكرة بتحرموا ليه على فكرة هو بيراميز ما عندوش فرصة في الدوري وفي المركز التاني عنده نظريا عنده نظريا عنده المقولين والمصري صراع على المركز الرابع ده صراع واضح جدا اه طم كل حاجة تمشي في السياق يا اخواننا اي وكل واحد ياخد شلته وحقه واللي يخسر ساعته حتى يبقى مقدرش يتكلم صحيح اتخذ حقه وخلاص ربنا ما وفقوش هو مش بالضرورة انه كل واحد يطلب طلب انه حيحقه منه مجسب بس نفسيته ترتاح يعني نرجو نرجو التحاد الكورة فعلا نريح الدنيا كلها ولو على حساب ان انت قلتها فيه اربع لعيبة هنا واربع لعيبة هنا من الاهل وزمالك يتأخروا ثلاثة ايام وتتزبط الليلة كلها ونخلص اذا هو ده لو انتوا عايزين تحلوا وعايزين تحترموا التاريخ وعايزين تستهدوا بالله في شهر رمضان وتدركوا ان انتوا فعلا بتديروا المنافس المسابقة المفروض تكونوا فيها بالجملة المصرية المملة على خط واحد او على مسافة واحدة بين الجميع او يعملوا زي الاتحاد المغرب ده بالمناسبة يعني طب ما يعملوا كده حتى لو تصمموا ياخدوا اللعيبة طلعوا ميلعبوا وده موجود ما انا بقول لكم زي ما كويس انه في الاجتماع اللي هيكون موجود بكرة في اتحاد الكرة المهندس يهاب لهيطة مدير جهاز المنتخد ايه مشكلتكم انه لعبت الاهل والزمالك وبقية اللعيبة اللي من الاندية تطلع تشارك في المباريات انديتها وترجع بشرط انها تطلع صباح نفس اليوم المباراة انت هتطلع تروح تلعب المباراة وبعد المباراة ترجع المعسكر بتاعك يا سيدي حتى لو طلعتها بالليل وعيه يجرأ ايه لا يعني هل يجي النادي يقول لك لا عشان اتطمن ان اللاعب ينايم ولا مش نايم صاحي ولا مش صاحي طلعوا بالليل ويجي لك تاني يوم ايه المشكلة يعني حفاظا على استقرار جهاز المنتخب اللي يتم الاتفاق عليه لكنه انا عارف انه حتى الاندية هترحب بدا انه ما فيش مشكلة انه اللاعب يطلع له يا جماعة انتم بتلعب بتتعاملوا مع لعيبة كبيرة لعيبة دوليين لعيبة عندها مسئوليات لعيبة محترفة وبارقام كبيرة فبالتالي ما بنعملهمش كاطفال خايفين عليهم هيطلع الصبح يروح معسكر النادي بتاعه يلعب المباراة ويرجع بالليل ما اعتقدش جهاز وحيكونوا موجودين معاك قبل انطلاق البطولة بعشر تيام متفرغين معاك طب ما هو ده مسألة بسيطة جدا ومسألة طيبة في مقابل ده خدوا كل المزايا اللي هتتم انه كل الاندية هتتنفس الصعضاء على مدى شهرين كاملين ما فيش وكل هيراعة هتفاعمل موسم جديد سليح براحة تامة هو انت انت ناسي حاجة بقى مش لسه عندك كاس مصر والتزاماته اللي هناك تفكيري ان يلعب في بداية الموسم الجديد فانت عندك لسه حاجات عايزة حاسم اي فكفاية كفاية بقى تشابك وخلونا نخلص بقى وخلونا نخلص بقى تشابك